اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى دم زكريا بن بركية الذي قتلتموه بين المقدس والمذبح الحق اقول لكم سيقع كل ذلك على هذا الجيل ارشاليم ارشاليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليها كم مرة اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجة في راخها تحتاج نحيها ولم تريد هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا فاني لا اقول لكم لن تروني من الان الى ان تقولوا مبارك الات باسم الرب وخرج يسوع من الهيكل ومضى فدنى منه تلاميره يلفتون نظره الى ابنية الهيكل فاجاب وقال لهم الا تنظرون هذا كله الحق اقول لكم لن يترك هنا حجر على حجر الا وينقض حقا والامان لجميعكم الرب يسوع احبائي ايسى عم بيكون بهيدا الانجيل مع الكتب والفرسيين وبيكمل رسالته لقلن هو عم بقلن ايها الحيات ونسلوا الافاعي كيف بدكن تهربوا من دينون الجهنم انتو بدكن تقتلوا يسوع المسيح واباكن اتلوا قبلن الانبية واليوم كمان الرب يسوع عم بيقولن انه انا رح ابعث لكم الرسل من بعد رح تتغضون ورح تقتلون الرب يسوع احبائي ما عم بيدين الكتب والفرسيين على افعال الانبية على افعال ابائهم واجدادهم انما عم بيدينهم على الافعال يلي هنة عم بيكملوها من خلال الاتهاضات ومن خلال المؤامرات يلي عم بيعملوها لحتى يكونوا عم بيقتلوا يسوع المسيح ومن بعده عم بيقتلوا الرسل وكل المرسلين بيكمل بهذا الانجيل احبائي الرب يسوع وبيقلنا ارشاليم ارشاليم يا قاتلة الانبياء والمرسلين اليك كم من مرة اردت ان اجمع اولادك ولم تريده عم بوصلنا رسالة كتير حلوة الرب يسوع انه الرب احبائي بريد خلاص الجميع الا انه عم بيبكي على ارشاليم لانه شايف شو رح يصير فيها والرب احبائي رح يكرر هيدا البوكي كل يوم نحنا رح نرفضو بحياتنا كل يوم رح يكون فيه بيت من بيوتنا عم بيرفض انه يستقبل يسوع بحياته كيف بيرفض استقبل يسوع بحياتي لما بيرفض متل ما عم بيعملو الكتب والفرسيين لما بكون انا عم بسمع كلمة الله وعم بعمل حالي انه انا انسان ملتزم انا انسان عايش ايماني بس بالفعل من خلال تصرفاتي من خلال اقوالي انا ابدا من عايش ايماني متل ما لازم مشان هيك احبائي مصير كل انسان رح يبتعد عن الله هو مصيره الدمار متل هيك الارشاليم متل الارشاليم يلي بكيت على ابنائها كمان نحن رح يجي يوم نبكى على حالنا لانه معرفنا كيف نختار النصيب الافضل يلي هو السماع الاصغاء لكلمة الله والعمل فيها احبائي مع ميلاد الرب يسوع وقام هيدا الانجيل يلي اسمعني اليوم نحن مدعوين انه نميز بين خيارين اتنين لانه بالميلاد انفتحت صفحة جديدة بحياتنا نحن بدنا نعرف نختار مع يسوع المسيح يا اما انا بصغي لكلمة الله وبحفظ الكتب المؤدسة وبشهد لحضور الله بحياتي رغم كل الاتهاضات رغم كل الصعوبات وكل مغريات الحياة يلي بتباعدني او بتجرب تباعدني عن الله بكون انا انسان سابت بايماني انسان حافظ الكلمة وعم بعمل فيها وبكون اكيد اخترت النصيب الافضل والخيار التاني هو خيار انه اتشبه انا بالكتب وبالفرسيين وبكون مرائي مرائي بايماني مرائي باعمالي ويكون الشي اللي بقوله غير الشي اللي بعيشه يكون الايمان يلي انا بفتخر فيه وبشوف حيلي فيه هو غير الايمان التطبيقه يلي بعيشه بقلب عائلتي بقلب المجتمع تبعي يا رب منصليلك لحتى تعطينا النعمة انه نكون على مثال امنا مريم العدرة على مثال امنا العدرة بالاصغاء لكلمتك والعمل على تتميم ارادتك بحياتنا هي اللي عرفت تصغي لكلام الملك وهي اللي جاوبته بالاخر وقلت له لتكن مشيئتك وهيدا الشي اللي نحنا اليوم مع ميلادك يا يسوع بدنا نجدده بحياتنا وبدنا نقول يا رب لتكن مشيئتك هي واحدة يلي عم تنتصر بحياتنا لك المجد الى الابد امين اشتركوا في القناة